اشتركوا في القناة سيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب على ما تضمه المدينة من محطات تدريبية متنوعة وذلك بتنظيم من وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين واسمع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء إلى شرح عن أهداف وزارة شؤون الشباب والشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين وسعيهم الدائم لتطوير مخرجات مدينة شباب 2030 من خلال إدخال مبادرات وبرامج نوعية جديدة ومتخصصة في مختلف المجالات كما تم إطلاع أصحاب المعالي والسعادة على ما تشهد النسخة الثالثة عشر من مدينة شباب 2030 من زيادة في البرامج والفرص التدريبية وذلك بهدف احتضان أكبر عدد ممكن من الشباب للاستفادة من البرامج التي تقدمها مدينة شباب 2030 وزيادة مدة المدينة إلى ستة أسابيع فضلا عن زيادة البرامج التدريبية لتصل إلى 148 برنامجا متخصصا في خمسة مراكز وزيادة الفرص التدريبية في هذه النسخة لتصل إلى أربعة ألاف فرصة تدريبية بالإضافة إلى أن المدينة وانطلاقا من دعمها للمشروعات الشبابية في ريادة الأعمال ستستضيف 73 مشروعا شبابيا سيتواجد في المدينة لعرض مشروعاتهم أمام الشباب وبهذه المناسبة عرب أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عن تقديرهم للدور البارز الذي تقوم به وزارة شؤون الشباب في دعم الشباب البحرينية لاكتشاف وصقل وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات مشيرين إلى أن المدينة تعتبر من المبادرات الرائدة التي تعظم دور المملكة بالاهتمام بالشباب باعتبارهم ثروة مستدامة تتطلب تنميتها وتطويرها وتطوير قدراتها للاستثمار الأمثل فيها من جانبها عربت سعادة وزيرة شؤون الشباب عن شكرها وتقديرها لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء لزيارتهم المدينة والاطلاع على ما تقدمه المدينة من برامج احترافية صممت بطريقة عصرية لتتوافق مع احتياجاتي ومتطلبات الشباب اليوم أنا سعيد جدا الحقيقة بتواجه في هذه الجولة التي تعرفنا فيها على جميع الفعاليات والأنشطة المتضمنة في مدينة الشباب هذا المشروع الحقيقي اللي كل ما نزوره سنة عن سنة نشوف فيه تطور كبير من خلال التنوع في الأنشطة من خلال الشراكات المجتمعية ومن خلال حقيقة البرامج التدريبية اللي تقدم الحقيقة قيمة مضافة كبيرة لشبابنا البحريني لا شك ان ندعم سيد اسمو الشيخ ناصر لهذا المشروع نراه الحقيقة جالي من خلال التطور الكبير اللي شفناها هذه السنة وايضا زارة شباب مشكورة قامت بعديد من المبادرات الجميلة الحقيقة اللي نشوف فيها المواهب البحرينية تظهر في أبها صورة وزارة الإعلام شاركت هذه المرة بعدد من الأنشطة وتركزت في قسم الإعلام والترفيه اللي كان فيه عدد كبير من الأنشطة التدريبية المتعلقة بالإعلام وشاركوا فيها منتسبة وزارة الإعلام في تدريب الشباب وايضا الحقيقة يعني اليوم أعلننا أنه بيكون في شاء الله النسخة الثانية من جائزة المواهب الإعلامية بتكون إن شاء الله في مجال التمثيل المسرحي والسينمائي والتلفزيوني برنامج تدريبي ومن ثم مسابقة تحظى بالتنافسية الجميلة بين الشباب فنشكر الحقيقة القائمين على المدينة وأيضا نشكر صندوق العامل تمكين على دعم لجائزة المواهب الإعلامية ونتمنى إن شاء الله لجميع المتقدمين التوفيق وإن تكون إن شاء الله نسخة ناجحة كما كانت سابقات ترجمة نانسي قنقر